على بركة الله سفرت بأسة فريق النادي الأهلي منذ حوالي ساعة ونصف إلى جنوب إفريقيا طبعا رحلة تسفر مهمة جدا بالنسبة للفريق لأنها مباراة لا تقبل القسم على اثنين يعني احنا في حلقات قبل كده اتكلمنا على فرص التأهل وازاي الأهلي يقدر يحط قدم نوعا ما في المنافسة على احدى بطاقتي التأهل وبالتالي بعد فوز الهلال على القطن الكاميروني أصبح لا بديل أمامك سوى تحقيق نتيجة إيجابية في جنوب إفريقيا قدمكم بعض اللقطات الخاصة والحصرية للعبين والجهاز الفني ويمكن شايفين تحية كده من مرسل كولر بيداعب طبعا كاميرا قناة الأهلي في مطار القاهرة وده طبعا إن شاء الله بإذن الله يكون في تفاقل والابتسامة اللي احنا شايفينها على وجه اللاعبين والجهاز الفني تكون عامل إيجابي في أداء مباراة كبيرة إن شاء الله أمام سانداونز يوم إلى السبت المقبل المباراة في حد ذاتها مباراة صعبة جدا يمكن الجهاز الفني تعامل مع رحلة الصفر دي بشكل مختلف عن فترات تسابقة كان دايما للنادي الأهلي في الموسم الماضي أو قبل الماضي لما كان بيواجه سانداونز كان بيعمل إيه؟ كنت بتخلص المباراة بتطلع على المطار تسافر فجر اليوم التالي مثلا عشان توصل جنوب إفريقيا الصبح تنام وتصحى وتعمل تدريب وتبدأ يومك بقى والاستعداد لسانداونز المرة دي الأمر مختلف الجهاز الفني فضل إن اللاعبة بعد مطش المقبلين تروح كله يروح ما فيش أي تجمع خالص بعد مباراة المقبلين وتاني يوم الصبح كان فيه تدريب استشفائي على طول بعد المباراة المقبلين في اليوم التالي صباحا النهاردة كان فيه تدريب استشفائي لكل اللاعبة اللي شاركت فيه مباراة المقبلين العرب واللي طبعا كان على رأسهم علي معلول اللي ظهر بشكل جيد ومميز جدا فيه آخر مباراتين تحديدا أمام القطن وأمام المقبلين العرب